لتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الصحفي والفلسطينية سيد أحمد الصفدي أهلا بك سيد أحمد بداية أنباء عن هدم الاحتلال الصهيوني منزل فلسطيني بشكل كامل في الضفة الغربية كيف ترى سياسة الهدم التي اتخذها الاحتلال تجاه منفذي عمليات المقاومة وما مدى شرعية هذه العمليات هذه السياسة القديمة جديدة هي سياسة التغول والتهداف الحجر بعد استهداف البشر بعد اغتيال الشباب وفي حجة جواهية يتم إعدام المقدسيين والفلسطينيين بدم بارد وهم يتغولون ليس فقط في القدس بل يتجهون إلى الضفة الغربية رغم أن هناك اتفاقيات سياسية فهم لا يحترمون اتفاقيات السياسية وواضح أن هناك تجاوز حتى لسلقة أوسلو التي غير قادرة على حماية المواطنين الفلسطينيين وهذه الأسلوب مجزرة الدبابات يكون بها الاحتلال ويستخدم كل الأدوات البلدية والدواعر الحكومية الإسرائيلية كأداة طوعية بيده من أجل استهداف الوجود المقدسي ومن أجل خلق بيئة طاردة للمقدسيين والفلسطينيين حتى يدفع في المقدسيين إلى خارج حدود المدينة وحتى يدفع في الفلسطينيين إلى خارج حدود البلد حتى يحل المستوطنين مكان السكان الأصليين وهذا ما حدث اليوم بالشجر الراح حينما استولى على قطعة كبيرة من الأرض للتعود للفلسطينيين وهذا بشكل دائم يحاولون الاستلاء على المنازل ويستهدفون الفلسطينيين الموجودون طيب سيد أحمد إذا سمحت لي كيف تفسر ضعف السلطة الفلسطينية في التعامل مع هذه الانتهاكات الصهيونية ضعف السلطة أولا مكبل باتفاقيات سياسية مثل اتفاق أوسلو واتفاق باريس الاقتصادي الذي يخلق تباعية اقتصادية للاحتلال وأيضا هناك انكسام فلسطيني ما بين طرفين انكسام حماس وحركة فتح وهذه مشكلة أساسية كبيرة هناك عدم وحدة وطنية وعدم الانسلاع للمطلب الوطني والشعبي بتوحيد جنحي الوطن وإصلاح منظم التحريب ماذا عن المصالحة الآن وهذه الدعوات وهذه التحركات الآن حتى كانت برعاية مصرية وغيرها بالأسف المصالحة لم تأتي أكلها كل إعلانات الهدنة كان الهدنة محرمة على جانب دون الآخر فجانب الفلسطيني الرسمي حينما وقعت فاقيات أوسلو وعمل هدنة ومجانية مع الاحتلال كان مشرعا له ولكن عندما حماس تحاول أن تقوم في هدنة مع الاحتلال هذا محرم هذا خلل واضح في تركيبة الفلسطينة وهناك أيضا استهداف لمنظمة التحرير في دائرة المغتربين في منظمة التحرير محاولة تقويد عمل منظمة التحرير لصالح السلطة الفلسطينية لصالح مكاسب شخصية هذا يقود الوضع الفلسطيني وهذا لا يخلق مرجعية وطنية جامعة تجمع لكل الفلسطيني من منظمات فلسطينية منضوية تحت منظمة التحرير وأيضا المنظمات الإسلامية مثل الجهاز الإسلامي وحركة حماس هذا ما نحن بأمثل حاج فيه شكرا جزيلا سيد أحمد الصفدي الصحفي الفلسطيني كنت معا عبر الهاتف من القدس ترجمة نانسي قنقر